اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى عزائي المشاهدين في فقرتنا الاخيرة النهاردة في القرنة 117 خبرنا التحكيمي كابتن سمير عثمان كابتن سمير ازاي حضرتك واعتقد ان المباراة حكم المباراة ادار المباراة من وجهة نظر يعني البسيطة ادار المباراة بشكل جيد الحمد لله ما حسناش بيه خلال المباراة كنوا متخوفين بعض الشيء عشان ما تفرجناش عليه قبل كده انما هو من وجهة نظر انا هو نجم اللقاء النهاردة وخاصة في شخصيته فرض شخصيته مع اول دقيقة في المباراة وزي ما اتفقنا قبل كده شخصية الحكم مهمة جدا الحمد لله ما جاتلوش اختبارات داخل منطقة الجزاء عشان نقدر نحكم عليه حكم واضح الحمد لله وانا وجاتلو حاجة جوة 18 ولو ما يوفق فيه بتبقى مشكلة الحمد لله المباراة كانت تسجلو ده طاقم الحكام ومعهم حسام الجهري اللي وقف النص ده مرافق لجنة الحكام في العلاقات العامة وطاقم الحكام الروماني برضو يعني اضار المباراة الحمد لله بشكل النهاردة ما حسناش بيه كابتن اسلام يعني والنهاردة الحالات كلها 8 انزارات النهاردة اللي اديهم في اللقاء بنسبة 95% كلهم انزارات متشابهة والتمن انزارات مستحقين بالفعل من 100% قراراته الادرية كانت سليمة احنا جبنا بس حالتين 3 في اللقاء برغم هو خالي تماما من اي احداث الحمد لله دي كانت عندنا اول حالة تمام دي سوفر وهيحسب خطأ وانزارة على العيب نادي الزمالك بسبب التهور اللي عجبني في اللقطة دي يا كابتن فرقة الزمالك كلها رحت احترطت على الحكم مع ده واحد بس اللي هو العمل الفاول عشان عارف هو عمل ايه بص دور عليه وهو عارف ان عمليه فهو عارف ان اخذ انزار فهو بيدور عليه مش لاقيه بقى دلوقتي بص قاعد بيدور عليه مش لاقيه بس هو طبعا الحمد لله كان حافظ رقمه بس هو اتكلم في السماعة اعتق مع المساعدين بقى بيلولو سي مثلا رقم خلع منك بص واقف ورحلو بقى ابتده يروحلو هو ندم ما جالوش فراحلو وقال له الانزارة هو ورحلو ايه لا ومع ده الحكم ده الميزة اللي فيه انه هو الكارت الاصفر تحيس انه هو في ايده سهلا يعني تك تفضل يعني وحنا بنتفرج النار تحيس انه طلع الكارت الاصفر اكتر منهم صفر يعني تحيس ان الكروت سهلة جدا في ايده وفديته برضو لقوت البدنية العالية جدا النهاردة كان متواجد في معظم الكوربوس هنا يا كابتن كورب ما نخش عليها طبعا طبعا فيها استخدام قوة ده تهور اكتر ايه فيها تهور ايه فيها تهور ايه طبعا تهور فيها تهور بص يا كابتن هو رجله هنا ودي الحمد لله يا رجل عيب نادي زمالك على الارض يا له جاية من وضع طائر لا تبقى فيها استخدام قوة زي ده وتتحول بقى الكارت احمر انما ده طبعا لها بقى فيها تهور وبعدين وضع الحكم واضح جدا رائع كويس جدا مشايفة كويس جدا حتى لو ما تأثرش على طوله هو شاف الكورة حسب ادى الكارت الأصفر العيب ماشي فكانت كل حالاته النهاردة كروت صفرة كلها متشابهة يعني وكلها سليمة بصراحة وكلها سليمة حتى كابت سيد عبدالحافيزي اعترف يعني قال ان هو حكم شخصيته بشكل جيد وشخصيته جيدة وحتى صعبة برضو الكورة دي لما تشافت تاني اعتقد ان الكورة دي اثرت بشكل كبير على مستوى اداء عجيال بالزبط كانت في بداية اللقاء النهاردة حتى لو نفتكر حضرتك بص بقى يا كابتن انا اجبت الكورة دي ليه بقى هاي الكورة طبعا شيء طبيعي ممكن نرجع عليها يا سمير لو سمحت الكورة شيء طبيعي انها تيجي في الحكم انما دي من ضمن التعديلات الجديدة اللي هو تطبق في العالم بعد واحد ستة ايوا اللي هي بقى ان الكورة زمان او غاد دلوقتي زي النهاردة الكورة دي خبطت في الحكم وراحت للخصم عاملة هجمة مرتدة تمام هنا بنمشي اللعب لا التعديل الجديد بقى من ضمن ال 11 تعديل اللي جي كورة زي دي لو خبطت في الحكم وراحت للخصم لازم الحكم يا كابتن اسلامي يوقف ويرعبها ايه اسقاط 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 فدي كورة من ايه واحد ستة البطولات اللي تبتدي من واحد ستة يعني ان شاء الله في بطولة قم افروك حنشوف كده لو كورة حصلت كده حيصفر يصفر ويعمل اسقاط ويعمل اسقاط مكان ما خبط في الكورة بزبط انما لو خبطت في الحكم وراحت للزميلي وراحت للزميلي لا استمر لاب انها من راحت في خصم كورة زي دي لازم يصفر ويعمل فيها اسقاط احنا جبنا على اللقطة دي بعد كده مهم جدا اللقطة دي يا جماعة لانها في التعديلات الجديدة لكورة القادر بالزبط يعني النهاردة طبعا لا مش تعديلات جديدة هتبقى ضمن تعديلات جديدة بالزبط يعني النهاردة دي الكرة ما فياش حاجة لو واحد ستة الكرة دي تتحسب باسقاط تمام بعد كده سامير كرة اللي بعدها هنا برضو فيه انظار هو الجميل في الحاكم النهاردة الروماني اشتغل بمزورة واحدة بحساب واحد اللي كان على البيض بيحسبه على الاحمر بيحسبه سواء في الكروت او في الفاولات ووضح انه كان مركز جدا وده ساعده شخصيته القوية وليقتل بدانية العالية اللي خلته قريب من كل قرى وبالتالي بقى مقنع للفرقتين ها ما شفناش اعتراضات كثيرة ها العيدة وكادس عدوه يعني تعرف برضو يا كابتن مفيش جمهور بص بقى اللقطة دي بقى يا كابتن يعني هو اسوأ ما في الطقم من الحاكم الرابع على فكرة فعلا؟ طبعا الحاكم الرابع مسك اللوحة ولوحة مش شغالة تمام؟ ويعني هو شيء طبيعي قبل ما يطلع يشوف التغيير لازم يتأكد اليوم بيكت مسل رقم اربعة وتلاتين داخل وبيدوس عليها بيمشي حالة بقى يخلص بقى هادي طبعا دي لقطة لازم الحاكم يتأكد من اللوحة لنهاية مسئوليتهم من ساعة ما استلامها اول ما بيجي المباراة كان يبص عليها عشان بعد كده ينادي وطبعا واضح ان اللعيب التاني اصلا خارج من غير ما بص عارف مين بيناديفة خارج على طول هادي كانت لقطات النهاردة المباراة مفيش حاجة تاني فعلا اول الله مفيش حاجة مش انت المطس النهاردة الحمد لله مفيش مشاكل سلوك اللاعبين والاقر البدنية بتاعت العامة اللي حكم وشخصية الحكم سهلت المباراة انه تطلع بالاسلوب كويس ما حسنش بالحكم حسنش حسن الحكم نا خلاص يعني اقفل توقع الله الحياة شرفتنا ونورتنا يا كابتن سمير شكرا طبعا احنا اتكلمنا كلام كتير برضو عشان اه الناس تفهم احنا قللنا قبل المباراة عن حكم المباراة كابتن سمير كان عنده علامات تفهم كثيرة جدا ولكن هل هي بتديله كم من عشر اتقل لأ النهاردة بصراحة تسعة من عشر تسعة من عشر تسعة من عشر اه مفيش اخطاء اثرت على نتيجة المباراة مفيش قرارات هو عملها خطأ العقوبات الادرية كلها كانت سليمة سواء عن نادي الاهلي او عن نادي الزمالك مجالوش اختبارات كتيرة او مجالوش اختبارات خالص داخل منطقة الجزاء راب لو تفتكر في اول دقيقة كان طلب كان عاوز راكلة حورة مباشرة راح جريره وكلمه دي بيانت للاتنين وعشرين العيب والاجهزة الفنية الراجل ده شخصيته قوية فخلاص عاملوا حسابهم بعد كده خليل التسعين دقيقة من الراجل ده شخصية قوية ونجح بالمباراة الحمد لله اذا حكم المباراة استحق تسعة من عشر برقل على رأي خبرنا التحكيم الكابتن سمير عثمان في مباراة القمة مية وسبعة عشر كان يوم طويل جدا جدا بدأنا مع حضراتكم من الساعة واحدة كان مع حضراتكم من الساعة واحدة زملنا عمر ربيع يسين ثم محمد سعيد وأمير هشام وبعد كده أنا كنتم مع حضراتكم من الساعة أربعة وحتى الآن نتمنى أن احنا نكون غطينا مباراة القمة المية وسبعتاشر ما بين النادي الأهلي ونادي الزمالك بشكل جيد يرضي حضراتكم خلال الفترة اللي كنا عانين فيها من الساعة واحدة وحتى الآن بشكرك جدا يا كابتن سمير وناتمنى يا رب التوفيق لحضرتك والحكام بأخير إن شاء الله بإذن الله لأنها فترة صعبة جدا 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 بالضبط البنت غالي من دات الأسباع الجاي فوق في القمة أو في القام بالضبط ربنا وفق الحكام كلها والأنديه برضو إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله أنا بشكرك جدا يا كابتن سمير طبعا يبقى الوضع على ما هو عليه هو عنوان هذه المباراة القمة 117 يبقى الوضع على ما هو عليه أظل النادي الزمالك في المركز الأول برصيدة 50 نقطة والنادي الأهلي في المركز الثاني بـ 52 نقطة ما تنسوش وكل شوية حنفكر بهذا الكلام إن فاضل 11 مباراة 11 مباراة 33 نقطة ممكن يحدث فيهم الكثير والكثير والكثير وبالتالي دائما يظل الجمهور النادي الأهلي هو حمى النادي الأهلي وهو ظهر النادي الأهلي ديكم شفتوا النهاردة يظل عدم وجود جمهور طبعا لأسباب حضراتكم كلكم عارفينها إيه اللي حصل النهاردة وأداء النادي الأهلي كان إزاي كنا نطمع في أنه يكون أفضل من كده ولكن أنا متأكد أن خلال المباراة القادمة نادي الأهلي بداية من مباراة الاتحاد ثم في الدوري ثم المباراة الأفريقية مع سانداونز أعتقد الأمور ستتغير بشكل جد أشكركم أعزائي المشاهدين وإن شاء الله انتظرونا خلال الفترة القادمة ومفاجآت أخرى في قناة النادي الأهلي أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة